فنحن كأنه اكتفينا من الإسلام باسمه ومن القرآن باسمه نحن قد نتوهم أن الدين يا أخي صوم صلاة وحج زكاة قالت يا أخي هاي عبادات شعائرية هاي عبادات شعائرية العبادة التعاملية خطيرة جدا لها نص فريد من نوعه لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار إلى الجاهلية حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه إن حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف والنسب فوق كل هذا تاج وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصيلة الرحم وحسن الجوار وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء هذا النص الدقيق جدا هو العبادة التعاملية العبادات الشعائرية منها الصلاة والصيام والحج والزكاة ونطق بالشهادة هذه العبادات الشعائرية على أنها فرائض لا تقطف ثمارها ولا تحقق أهدافها إلا إذا صحت العبادة التعاملية يعني أنت بتقول مليار وثمانمائة مليون مسلم ليست كلمتهم في الأرض يا العليا وليس أمرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل وقد يواجه هذا الدين حربا عالمية ثالثة أين الخلل؟ أين الخلل؟ الانتماء الشكلي إلى الدين لا يقدم ولا يؤخر تضع لو الكعبة بتضر بيتك شيء رائع جدا بس ما تكفي مصحف في السيارة ما بيكفي مسبح بيدك ما بكفي منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية افعل ولا تفعل كسب مالك في تشريع انفاق مالك في تشريع اختيار زوجتك في تشريع تربية أولادك في تشريع اختيار حرفتك في تشريع أصحابك تنضية أوقات فراغك في تشريع هذا منهج يدور معك حيث دلت يبدأ من أخص خصوصياتك وينتهي بالعلاقات الدولية هذا الإسلام هذا الإسلام لن تقطف ثماره إلا إذا أخذ من كل أطرافه تختار عبادي لطيفة سهلة إن عامي ثلاثة وثلاثين عمراء ما شاء الله تركب طيارة لو على فندوق أكل درجة أولى تطوفة سبع أشوار مننا عمراء هي ما كلفت شيء كلفت مال فقط أما يترى في غط بصار في ضبط لسان في ضبط عين في ضبط دخل ضبط انفاق هاي البطولة في منهج تفصيلي لا بد من أن تأخذ به ولعل هذه الحقيقة مرة وأنا والله سامحوني أنا أؤثر الحقيقة المرة لأنها عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح يعني إذا واحد معه شيك مزور بمليون دينار مثلا إذا عرفه مزور بوقت مبكر وما أبرزه على المصرف أفضل لما يتوهموا أنه صحيح ويأدموا يحطوا عشر سنوات للسجن شو قوله لازم تعرف دينار شو مستوى ألا ترى معي أن وعود الله معفلة معما ذلك نحن لسنا كذلك لسنا كما ينبغي اسمع القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله هذه الحقيقة المرة كما استخلف الذين من قبلهم قانون وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هذا الدين ممكن أم يواجه حرباً عالمية ثالثة؟ هذه الحرب الثالثة كانت تحت الطاولة اليوم فوق الطاولة جهاراً نهاراً ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني فإذا أخلق طرف الآخر بما كلفه الله به من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث إذن أيها الإخوة وعد الله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين يا أخوان مليار وثمانمئة مليون نحن مليار وثمانمئة مليون ولن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة في عمنا خلل خلل كبير وخطير يعني دينا فلوكلور كعبة مسبحة مصحف بسملة تكبير شي نطيف بس الدخل حلال يعني إذا ما أعمل مواد غبائية في عمنا مادة غبائية إن وضعت فيها مادة مصرطنة ببيض لونة ويرتفع سعرها يلي عم بيصلي خمس أوقات ويتابع الدروس كلها بالمساجد عم يضيف لها المادة الغبائية مادة مصرطنة حتى يبيض لونة ويرتفع سعرها يكون عرف الله عز وجل لا والله لا والله ما عرف الله فلذلك أخواننا الكرام لا يمكن لإنسان عرف الله أن يؤذيه مخلوقا ما بيؤذير ما في غش المسلمين ما في يكذب ما في يقدم بضاعة بمواصفات غير صحيحة ما في يطلب من الشركة أن تضع له على هامش القماش أنه صنع في بريطانيا هو صنع في تايوان ما بيدي نساوي الغش خطير جدا هذا الشرق الغش قول الزور هذا إذا كان معظم قضاعاتنا فيها غش أكتر بضاعة بيكتب لك ميد ان جيرماني وهي شغل الصين بيكتب لك ياها وأنت عم تبيعها لأنه ألمانية قطع سيارات ألمانية غالية تتير فأنت لما عم تخالف الشرق ببيعك وشرائك ويصف يديناك نحن في عنا إسلام فلوكلوري فعلا شي رائع والله زرت جامع بدار البيضاء مئذنته جامعة فوق البحر وأنت في الحرام ترى البحر تحتك مكلف ألف مليون دولار بس ما في ارتزام بالعالم إسلامي ما في استقامة ما في توجه إلى الله ما في إخلاص العالم الإسلامي المفروض أن تكون بيوتنا جنة مرأة مؤمنة وشاب مؤمنة في غط بصر في ضبط ديسان ما في أشياء متفلثة بالبيت الوضع ليس كذلك فنحن كأنه اكتفينا من الإسلام باسمه ومن القرآن باسمه